موسيقى اهلا وسهلا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة القصة التي نقرأ صفحتها من خلال سفر اعمال الرسل في العهد الجديد قصة الكنيسة الاولى في السنين الاولى للمسيحية ونحن نرى اعمال المسيح وايد المسيح الواضحة التي تبني وتؤسس وترسل وتعمل ايات وعجائب هكذا هذه القصة الملهمة المباركة المشجعة في الاسبوع الماضي كنا بتكلم عن بطرس وهو في السجن من خلال اصاح 12 من سفر الاعمال وشوفنا هيرولس القاتل اللي قتل يعقوب اخو يوحنى بالسيف وشوفنا هيرولس السجان اللي لما رأى ان قتل يوحنى يرضي اليهود عاد فقبض الى بطرس ووضعه في السجن والحقيقة لغرض في نفسه وهو ايضا ارضاء اليهود ابقى بطرس في السجن الى ما بعد العيد وعند الايد محاكمته في محاكمة علنية امام الناس بغرض قتله ايضا مثل ما فعل مع عقوب لكن شوفنا بطرس السجين وزاي في وقت سجنه كانت الكنيسة تصلي الى الله بلاجاجة من اجله والكنيسة عندها خبرة مباركة في ذلك الوقت انه الرب بيدخل ويخرج اولاده ويخرج خدامه من هذا الحبس اللي فعله هيرودس او امثاله عشان كده بعد ما تكلمنا عن بطرس السجين النهاردة هشاركك ببطرس خارج السجن انتهى المشهد في الاسبوع الماضي انه الملاك اللي ظهر لبطرس بعد ما بطرس لبس ثيابه وانعليه ايضا قال له الملاك اتبعني فخرج يتبعه وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي بل ينظر رؤيا فجزاء المحرس الاول والثاني واتيا الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة فانفتح لهما من ذاته فخرجا وتقدما زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملاك فقال بطرس وقد رجع الى نفسه الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يده رولس ومن كل انتظار شعب اليهود ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يحنى الملاقب مرقص حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون فلما قرع بطرس باب الديهليز جاءت جارية اسمها رودة لتسمع فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح بل رقضت الى داخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب فقالوا لها انت تهزين واما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو فقالوا انه ملاكه واما بطرس فلابس يقرع فلما فتحوا ورأوه اندهشوا فاشار اليهم بيده ليسكتوا وحدسهم كيف اخرجه الرب من السجن وقال اخبروا يا عقوب والاخوة بهذا ثم خرج وذهب الى موضع اخر فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر ترى ماذا جرى لبطرس واما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس وامر ان ينقادوا الى القتل ثم نذل من اليهودية الى قيصرية واقامه هناك قرأت لك عزيز المشاهد ما ورد في اعمال الاثناشر والايات تسعة الى تسعة عشر ومرة تاني القصة هيرودس قبض على بطرس وضعه في السجن نيته ان يقدموا بعض الفصح الى الشعب كانت دي خطة هيرودس المحكمة للقضاء على بطرس لكن ما حدث غير تماما هذه الخطة خرج بطرس وعلم يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذه من يد هيرودس مع ان الامر اختلت على بطرس في البداية وظن ان هو بيرى رؤية لكن لما خرج من المحرس الاول والثاني والباب الخارجي وصار معه الملاك زقاقا واحدا ثم فرقوا هنا ادرك بطرس بما لا يدع مجال للشك ان ده عمل الهي عمل الهي قد حدث لانقاذه من يد هيرودس ومن كل انتظار الشعب اليهود اللي كانوا يتوقعوا هدية هيرودس لهم في هذا العيد وهي رأس بطرس او على الاقل رجمه بالحجارة في اليوم التالي تكتشف ادارة السجن عدم وجود بطرس بالطبع ده اعمل اضطراب شديد جدا في المكان وخاب امل هيرودس في قتل بطرس وارضاء اليهود وكان لابد ان يشفي غليله بقتل الحراس لانه شك انه هما السبب في خروج بطرس من السجن بالطبع علشان ينفي اي اعتقاد بان بطرس خرج بواسطة عمل الهي معجزين وعلشان ما يعيدش للازهان مرة تاني ما اشاعوا قارة اليهود قبل كده عن قيامة المسيح علشان يؤكد ويعيد للازهان هذه الاشاعة اللي قيلت عن قيامة المسيح بان تلميذه اتوا ليلا وصرقوا الجسد وبعدين بطرس بعد انعاد الى وعيه جاء الى بيت مريم ومريم دي اخت برنابة وام يحن ماركوس كان كتار مجتمعين هناك وهي دي الكنيسة اللي كانت تصير منها الصلاة بلجاجة الى الله من اجل بطرس بطرس يقرع الباب وروضة الجارية تذهب علشان تفتح الباب ولما سمعت صوت بطرس من شدة المفاجأة نسيت تفتح الباب ودخلت تخبر المجتمعين والمجتمعين ما صدقوش انه دي استجابة صلواتهم واستجابة صلواتهم قائمة عند الباب فكروا في احتمالين اما رودة تكون مختلة عقليا او ان من هو بالخارج ما هو الا ملاك بطرس كان عندهم عقيدة اللي بتعرب بالملاك الحارس وفيش هدات في الكتاب لحماية الملايكة وخدمتهم للمؤمنين على اي حال استمر بطرس في قرع الباب فتحوا الباب واندهشوا جدا يمكن لم يتوقعوا سرعة استجابة صلواتهم بهذا الشكل وانه يأتي بطرس بنفسه وجها لوجه بطرس حكى ليهم وحدث وطلب منهم انه يخبروا يعقوب اخ الرب باعتبار راعي كنيسة ورشالين وبعدين يقولوا لبقية الاخو ايضا بعدها خرج بطرس وذهب لمكان اخر في الغالب علشان يختبئ في مكان بعيد عن عيون هرودس وجنوده مفيش اي دليل هنا بيقول انه ذهب الى روما زي ما البعض بيفتكر وعاش هناك خمسة وعشرين سنة لكن انا عارفين انه ظهر بعد السنة او اكثر في انطاكيا من غلطية اتنين ورجع مرة تانية الى اولو الشليم لحضور لقاء المجمع المسيحي هناك لقاء المجمع الاول وطبقى قصة خروج بطرس في التعبير قمة القصة في هذا التعبير كيف اخرجه الرب من السجن الرب كان يعمل بقوة بينما كان بطرس في نوم عميق هذه الصورة احبائي تعيد امامنا مشهد موسى وشعب اسرائيل امام البحر لا يدرون ماذا يفعلون رأوا المصريين راحلون وراءهم خافوا جدا وقال موسى للشعب لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم ايضا الى الابد الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون والكنيسة النهاردة صديق المشاهد كنيسة النهاردة وبكرة وإلى ان يجيء شخص المسيح في مجيء الثاني كنيسة محفوظة في يده وعندنا الوعد المبارك كل آلة انصورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه هذا هو مراسه عبيد الرب وبالرهم من عندي يقول الرب الشعية اربعة وخمسين سبعة عشر يمكن هذا الحدث كان في ذهن بطرس نفسه وهو بيكتب بعد كده في رسالته التانية الصح 2 وآية 9 يعلم الرب ان ينقذ الاطقياء من التجربة ويحفظ الاسمة الى يوم الدين معاقبين فعندنا هنا يعني قسمين في الآية يعلم الرب ان ينقذ الاطقياء من التجربة ده اللي حصل مع بطرس ويحفظ الاسمة اللي من ضمنهم هيرودس الى يوم الدين معاقبين وهنشوف يعني شرح هذه الفكرة فيما حدث لهيرودس الاسيم بعد ذلك واللي بسميه هيرودس داخل القبر كنا بنتكلم عن بطرس خارج السجن لكن بعد كده عقاب الاسيم عقاب المؤقت هيرودس داخل القبر الايات من عشرين لتلاتة وعشرين في اعمال اتناشر وكان هيرودس صاخطا على السوريين والصيدوانيين فحضروا اليه بنفس واحدة واستعطفوا بلسوس الناظر على مدجع الملك ثم صاروا يلتمسون المصالحة لان كورتهم تقتات من كورة الملك ففي يوم معين لبس هيرودس الحل الملكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم فصرخ الشعب هذا صوت اله لا صوت انسان ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله فصار يأكله الدود ومات الحقيقة مش عارفين بالزبط سبب سخط هيرودس على اهل صور وصيدة ربما بسبب الاختلاف في طرق التجارة وقتها ويبدو ان هيرودس منع استيراد اهل صور وصيدة لبعض السلع من بلاد اليهودية اللي كانت تحت سيطرتهم فحضروا القيصرية وطلبوا من بلاستوس كونه في مكانة السكرتيري الشخصي للملك ان يعد ليهم لقاء مع هيرودس وفي اليوم المعين للقاء اتى هيرودس لابسا حلته الملوكية وده يعني كان في تقريبا سنة 44 ميلادية وجعل يخاطبهم وارتفع صوت اهل صور وصيدة بالنفاق قائلين هذا صوت اله لا صوت انسان اذ افترضنا ما قيل عن هيرودس انه كان يحترم شراء اليهود ويقدسها صحيحا كان لابد ان هو يرفض هذا الاطراء والنفاق لانه نوع من التجديف لما بيقولوا هذا صوت اله لا صوت انسان اذا هو بيكرم وبيحاب اليهود وبيحترم عقدتهم كان لازم يرفض هذا الهتاف لكن واضح انه قبل هذا المديح الزائف وصر به وقبل ان يمجده الناس هنا يتدخل الاله الغيور على مجده ولا يقبل ان يعطى المجد الاخر يوسيفس المؤرخ اليهودي ذكر بعض مما قالوا هؤلاء له باعتباره اله توسلوا اليه بصراخ والكلام هنا ليوسيفس المؤرخ المشهور يقولوله ارحمنا حتى الان نحن نوقرك كانسان لكن من اليوم وصاعدا نحن نعترف انك ارقى من طبيعة البشر ارتاح هيرولوس لهذا المديح ولم يمنعهم من تملقهم المزيف وفي الحال ضربه ملاك الرب ونتعبير عن فجائية المرض وشدته اللي اتى عليه في ذلك الوقت ومنه صار يأكله الدود وماد نهاية مرة نهاية صعبة لكنها الحقيقة نهاية عادلة لهذا الطاغية الشرير كان قصد هيروليس انه يدخل بطرس القبر ويستمر هو في سطوته وشر وقسوته يتدخل الرب لينجو بطرس ويكمل رسالته وخدمته المعطات ليه من الله ويذهب هيروليس بموته الشنيع هذا الى موته الابدي اراد البشير لوقة وهو يطوي صفحة من صفحات الاضطهاد الشديدة اللي قط هيروليس ان يسطر لنا لمحة من حال الكنيسة المشرف والمشجع لكذا يقول لنا في آية 24 واما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد يعني بعد كل هذا الاضطهاد بعد هذا كل هذا الظلم من هيروليس كانت كلمة الله تنمو وتزيد فالكنيسة تنمو روحيا وعدديا واعتاد البشير لوقة يحط لنا هذا التقرير بعد كل مرحلة من مراحل الخدمة افتكر كده اصح ستة آية سبعة واصح تسعة آية تلاتين وهنا اصح اتناشر وآية اربعة وعشرين ويأتي برنابة وشاول من قول الشليم الى انطاكيا استعدادا لبدء مرحلة جديدة في تاريخ الكنيسة والعمل المرسلي اذ يبدأ من الاصح الثالث عشر خدمة الرسول بولوس ومعاوني وما عرف بالرحلات التبشرية اذا هذه الصورة الصديق المشاهد اللي شوفناها في اصح اتناشر بتأكد لنا مجموعة من الحقائق حقيقة الاولى هيرولوس موجود في كل العصور مقاوم ومتحدي لرسالة الانجيل حقيقة التانية لا تقل اهمية عن الاولى بطرس موجود في كل العصور قد يكون سجينا الى حين لكنه حتما سيكمل الرب رسالته ويحقق دعوته حقيقة التالتة الكنيسة التي تصير منها صلاة بلجاجة لا يستطيع هيرولوس اي هيرولوس ان يغلقها فالسماوات امامها مفتوحة حقيقة لبعد كده الحنطة والزوان ينمياني معا الى وقت الحصاد وعنده يفترقان هؤلاء الى حياة ابدية واؤلائك الى العار والازدراء الابدي وعايز اقول لكل شخص النهاردة يا من تخدم الرب من خلال كنسته اعلم ان الرب اقتناها بدمه هو حارسها زي ما قال اشعي النبي في اصح 27 من اشعيه واية 3 هو حارسها يسقيها كل لحظة لان لا يوقع بها يحرسها ليلا ونهارا من البطل هيرولوس ام بطرس واضح جدا ان هيرولوس كان بطل من ورق وبطرس كان هو البطل الحقيقي لانه من خلفه كنيسة كانت تصلي بلجاجة الى الله من اجله انتهي هيرولوس الى غير رجعة الى مصيره الابدي التعيس وكم البطرس خدمته حبائي الهنا اله التاريخ وكل الزمن وهو رب الكنيسة وهو في وسطنا قائم في وسطنا الان يحمي ويبارك ويستخدم وحتى ان وجد سجن يخرج من السجن ويعطي حرية وحركة وخدمة مسمرة لمجد الهنا فاطمئن الكنيسة محفوظة في ايد سيدها مستقبل الكنيسة مضمون في ايد الرب الرب يسعدنا احنا النهاردة في الكنيسة لحياة الامانة والقداسة والرب معكم اشتركوا في القناة